لن تفلح الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية كان تقرير الأمم المتحدة الذي تحدث عن واقع الأطفال في العالم بمناطق النزاع مدعاة امتعاض فلسطيني بعد حذف إسرائيل من قائمة العار التي تدرج فيها أسماء الدول والمنظمات التي تقوم بانتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال تقول مؤسسات مختصة إن هناك معايير مزدوجة يدفع فيها الأطفال وحدهم الثمن باهظا خلال الفترة الممتدة بين عام 2000 لليوم واتقنا عملية قتل لأكثر من 2200 طفل فلسطيني خلال هذا العام يعني خلال نصف الأول من هذا العام واتقنا عملية قتل 16 طفل فلسطيني هذا إضافة لأعداد الأطفال اللي بتم اعتقالهم وتعرضهم للتعذيب وتقول الجهة الرسمية الفلسطينية إن مزدقية الأمم المتحدة أو الدول التي تدعي دفاع عن حقوق الإنسان مهددة بالفعل إذا ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إذ أن الأمر ليس بحاجة إلى تشخيص لما يحدث من قتل وتعذيب واعتقال للأطفال بل يستوجب محاكمة المسؤولين في إسرائيل نستغرب من المطالبات الدولية التي تطالب دولة الاحتلال بالتحقيق في جرائمها بخصوص الأطفال الفلسطينيين هذه جرائم مكتملة الأركان لا تحتاج إلى أي تحقيقات تحتاج إلى تفعيل مبدأ المسائلة والمحاسبة والمحاكمة لمجرم الحرب الإسرائيلية نأمل من مجلس الأمن الدولي أن لا يقف عند تشخيص الحالة عليه تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية وخلال العام الماضي استشهد 78 طفلاً فلسطينياً في الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة 60 طفلاً منهم خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع في شهر أيار مايو العام الماضي فيما 17 طفلاً في الضفة والقدس استشهدوا من ضمنهم إثنان على يد المستوطنين أو الشركات الأمنية الإسرائيلية الخاصة لا معنى ولا قيمة للتقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة أو عن المؤسسات الحقوقية ما لم يتم التعامل معها وفق المقتضى القانوني تقارير يقول عنها الفلسطينيون رغم أهميتها أنها تظل حبراً على ورق مع موازين القوى الحالية ضياح شيء الغد رام الله اشتركوا في القناة